هل تحقق ما تصبو إليه الإمارات حتى تلوح بانتهاء مهامها في اليمن؟ لربما لكن ما الذي تحقق بالضبط؟ سؤال أصدق إجابة عليه ما يعتمل حاليا على الأرض في المناطق الخاضعة فعليا لسيطرتها والواقع أن حربا مناطقية بدأتها القوات التابعة لها في العاصمة المؤقتة عدن وسعيا حثيثا لتفتيت اللحمة الوطنية وتغيير الديمغرافيا اليمنية أملا في إنجاز الانفصال لكن هل جاءت الإمارات حقا لتحقيق مشروع الانفصال؟ هنا عليك البحث في تحركاتها والمناطق التي أخضعتها لسيطرتها أو أسست فيها قوات تنفذ توجهاتها وأهدافها المرسومة بدقة والمشروع السياسي الذي تتبناه والمتمثل بالمجلس الانتقالي الذي يسعى لفصل جنوب اليمن عن شماله وبتتبع منطقي للأحداث يتبادر للذهن سؤال آخر لماذا تسعى الإمارات لتقسيم اليمن؟ وما فائدتها من ذلك؟ وهنا تصبح الأجندة الخفية أكثر ما تكون وضوحا من خلال تتبع مناطق السيطرة الإماراتية بدءا من ميناء عدن وما له من ارتباط وثيق بتعطيل موانئ دبي في حال فك لجامه مرورا بسعيها لسيطرة على سقطرة وجزر أخرى مطلة على مضيق باب المندب وحتى موانئ الحديدة والمخى غربا تلك هي خارطة السيطرة الإماراتية وتلك هي أهدافها من الحرب على اليمن وعطفا على ذلك قد يتسأل البعض هل ضمنت الإمارات فعليا تحقيق أهدافها في اليمن؟ ذاك ما يؤرق بالها وما دفعها نحو إيران لتقسم الغنيمة وما هي مستعدة من أجله لمحاربة أي توجه نحو إيجاد الدولة في اليمن؟